ناقش مجلس بلدي الشمالية بحضور ممثلي وزارة الإسكان المخالفات التي قام بارتكابها المنتفعين من الوحدات الإسكانية على اعتبار أنها لا تتوافق مع الاشراطات التي وضعتها الوزارة وقد تشكل خطرا على حياة البعض زميلة خولة جرينيس حضرت الجلسة ووفتنا بالتفاصيل في جلسة مجلس بلدي الشمالية كانت قضية المخالفات التي ارتكبها المنتفعون من الوحدات الإسكانية حاضرة وبقوة حيث استعرض الأعضاء بحضور ممثل وزارة الإسكان تلك المخالفات وأشار ممثل الإسكان إلى أن الوزارة ليست ضد التوسع ولكنها ضد مخالفة الغانون خصوصا وأنها قد زودت كل منتفعين مع عقد الانتفاع كافة الطرق لإقامة تلك التوسعة فيما لفت الأعضاء إلى وجود مخالفات جسيمة بسبب قيام البعض ببنائها خلف البيوت والتي تؤدي إلى تشويه المنظر العام وتهديد استلامة المرورية هذا بالإضافة إلى مخالفتها للاشتراطات الهندسية الخاصة بمعايير البناء قانون يعطي المواطن الحيك في التوسع ولكن من خلال إجراءات ومن خلال قنوات رسمية يقدم على رخص البناء ويتم صدارها بشكل طبيعي الطرح الذي صار كذلك موزات الإسكان على ضرورة التقايد بهذه الشروط إذا أراد التوسع إحنا ما أعطينا من ضمن العقد مالي خيارات ما أراد التوسع في الوحدة بطريقة آمنة بالدرجة الأولى وبطريقة ترى ما تكون مكلفة نفس الدرجة لو هو مش بأي خيار ثاني نعم بطريقة أن تعطي سيادة في مساحة الوحدة بستين بالمئة من مساحة الأصلية يعني ما أظن أن في أي وحدة بإضافة ستين بالمئة ما تلبي احتياجاتين مواطن معظم المخالفات وكثير من المخالفات هي لا تمس صاحب الوحدة نفس أو تأثر عليه فقط هو ولكن حتى تأثر على المحيطين وتأثر على الخدمات الموجودة في المنطقة الخدمات هذه صممت بحيث أن تكفي الوحدة وتكفي التوسع اللي بسطة الوحدة ولكن إذا صار توسع عشوائي بهذه الطريقة ترى الخدمات سواء كانت كهرباء مياه مجاري طرق مواقف ما تكفي لماذا يخالف المواطن إلى استيام الوحدة؟ هالروعي في التصميم زيادة أفراد الأسرة بعد أن قدم الطلب من قبل عشرين عاما واستلم بعد عشرين عاما هالروعي في هذا التصميم زيادة عدد أفراد الأسرة؟ وكانت توصيات تكوين لجنة تمثل الجمهور على الأقل مستفيد وتوصل هذه الأفكار لوزارة الإسكان إلى ذلك وافق المجلس بالإجماع على فكرة إنشاء مطبات السيراميك عيني القط على اعتبار أنها أكثر توفيرا للوقت والمال إذا بدأنا الآن وطبقنا هذه النظامين راح نشوف أنه بنوفر على نفسنا أموال لا شك أنه يمكن عندنا هنا بس في الشمالية يمكن فقنا تقريبا الأربعمية الطلب للمرتفعات إذا بنقسمهم على المبالغ الموجود الآن اللي ترصد فأعتقد راح يكون أقل من ربع المبلغ اللي راح ننفقه على هذه المرتفعات كما رفض المجلس فكرة فرض رسوم على دخول الحدائق معتبرين أنها حق أصيل للمواطن كفلته الدولة رفضنا مقترح فرض أي رسوم على دخول الحدائق في المحافظة الشمالية طبعا بحكم أننا في المحافظة الشمالية ما عندنا الحدائق والمنتزات أسوة بالمحافظات الأخرى وبالإضافة لأن الحدائق والمنتزات هذه عبارة عن خدمة مجانية توفر الحكومة مشكورة للمواطنين فإحنا ما ودنا نكون هناك أي أعباء مالية إضافية على المواطنين بعد ذلك تم التوافق على تسمية أحد الشوارع الرئيسية باسم خادمي الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من جانب آخر بحث الأعضاء الطرق المثلى لتوزيع حاويات القمامة بما يساهم في رفع نسبة النظافة في المنطقة وشدد الأعضاء على محاسبة مرتكب المخالفات الجسيمة المتعلقة بالسلالم والأدراج الخارجية في المناطق السكنية مؤكدين في ذات السياق على ضرورة العمل على تنظيم عملية منح ترخيص مظلات السيارات في المنطقة خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين